موسيقى مساء الخير زمان وإحنا صغيرين لما كنا بنلعب أتاري ومحاولتنا بتخلص قبل ما نوصل للنهاية اللعبة كان بتنتهي ويتكتب على الشاشة Game Over وده علمنا إن حتى في الألعاب والتسلية مفيش حد عنده رصيد مفتوح عشان يعمل كل اللي هو عايزه من غير نهاية وإن أنت قدامك أكتر من محاولة يتستغلهم صح لحد ما توصل لهدفك ويتكتب لك على الشاشة إيه Congratulations أو مبروك يا كل حاجة تهدت ويتكتب لك Game Over وده اللي حسيته لما قريت رسالة حياة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي وصلت مع مامتها لمرحلة Game Over مامتها هي اللي ضيعت رصيدها وخلصت كل محاولاتها على الفقدي لحد ما حياة وإخوتها قفلوا منها تماماً وبقوا مش قادرين يفتحوا معها صفحة جديدة طب إيه اللي عملته الأم عشان توصلهم لمرحلة دي؟ تعالوا نشوف حياة بعد وكل يوم خناءات وكان أهل بابا بيتدخلوا أحياناً عشان يصلحوا ما بينهم وساعات تانية هم اللي كانوا بيتصلحوا مع نفسهم ويفضلوا يتعدبوا على اللي حصل ويوعدوا بعض إن اللي حصل مش هيتكرر تاني بس بردو كانوا بيرجعوا يكررون عادي جداً ولكن عمل مشاكل إن ماما من اسكندرية وبابا من الصعيد ورغم إن ماما وفقت من البداية إنها تسيب اسكندرية وتيجي تعيش مع بابا فأسيوت لكن بعد فترة بسيطة من الجواز زهت وتعبت وكانت مصممة إنها تسيب الصعيد وترجع على اسكندرية تاني واستأهلها وصحابها والناس اللي تعرفهم خصوصاً إن طبيعة الصعيد زي ما أنتوا عارفين مختلفة تماماً عن اسكندرية وكذا مر ماما تقترح على بابا إننا نروح نعيش في اسكندرية زي صعيدة كتير سابوا بلادهم رحوا وشتغلوا في المؤولات وفي مجالات تانية وكبروا وبقوا أكبر البلد بس أبويا ما كانش موافق على العيشة في اسكندرية نهائي كان دايماً يقول لها أنا أهلي وعزوتي هنا في أسيوت ومش هسيب البلد أبداً وإنتي كنتي عارفة وموافقة من الأول ومغصبتكيش على حاجة المهم فضلت الخناءات والمشكل دي بينهم على مدار تسع سنين جواز اللي نباد فيه نصبح فيه أنا وإخواتي لحد ما بابا بلغ ماما في يوم إنه جاله شغل في ليبيا وبعد ما سافر أمي أخدتنا أنا وإخواتي على اسكندرية وجابت شقة هناك وقعدنا فيها يعني مامتك سفرت من وراء عشان تحطه قدام الأمر الواقع وتكبره يرجع يعيش في اسكندرية زي ما كانت عايز طب ماشي ما عملتش حساب بقى لما يرجع من الصفر هيكون رد فعله إيه؟ ما خافتش من رد فعله تعالوا نكمل ونشوف إيه اللي حصل رحنا اسكندرية بس كنا خايفين من اللي هيحصل لما بابا يرجع من الصفر ويكتشف اللي ماما عملته من وراء بس قدام شوية أنا وإخواتي تفاجئنا زي بابا بالضبط لما اكتشفنا اللي عملته ماما ماما رافعت قضية خلع على بابا واستغلت ظرف صفره عشان تدعم موقفها في القضية وبعد مدة أبويا جي وفوجئ بالله حصل وقبل ما يفوق من ضربة إن ماما رجعت تعيش في اسكندرية من وراء خد الخبطة التانية وراءها على طول لما اكتشف إنها عايزة تخلعه طبعا الدنيا ولعت بس الغريبة إن بابا ما كانش موافق على إنه يسيبها بسهولة لكن ماما اتمسكت بموقفها وأصرت على الخلع فبابا ساعتها قرر إنه هو اللي طلق بعد ما أبويا طلق أمي أخدنا نعيش معاه في الصعيد والصدمة اللي خدتها ساعتها إن أمي سبتنا نروح معاه أنا وإخواتي عادي من غير ما يتهزلها شعرة رجعنا وأبويا اتجاوز واحدة تاني وأمي كمان اتجاوزت في اسكندرية وبعدين أبويا طلق مراته تاني وأمي كمان اتطلقت من جزها تاني بعدها أبويا اتجاوز لتالت مر وأمي كمان اتجاوزت من واحد تالت وبعدين أبويا اتطلقت مراته التالت وأمي برضو اتطلقت من جزها التالت وبعدها اتجاوزت من واحد رابعة بس أبويا قرر إنه ما يتجاوزش تاني لعنا عايزة أقف عند الهدى دي هو ده بجد لنها بسمعه يعني أنتوا داخلين سباق ده في ناس بعد أول تجربة الطلاق بتتعقد بتوع تقول عمرها ما تتجاوز تاني وتقول غلطة وتوبة طيب جبتوا منين القدرة والطاقة إنه كنت تتجاوزوا ثلاث أو أربع مرات واربعات السرعة والسهولة دي طيب أنت وإخواتك أنت وإخواتك يا حيا كنتوا فيماً كل ده تعالوا نكمل عايشنا حياة في منتهى الصعوبة يا سيلي يا كفي بس إن أقولك إنه أمي ما كلمتناش من أول ما اتطلقت من أبوي سبتنا وشلتنا نهائي من دماغها لدرجة إنها ما شفتناش ولا إحنا شفناها أنا وإخواتي سبع سنين سبع سنين ولا نعرف عنها حاجة ما سألتش علينا ودلوقتي أمي بعد كل ده فجأة ظهرت وعايزة تكلمنا وتشوفنا أنا وإخواتي وعايزانا نسافر عندها ورفع قضية عشان تشوفنا وبكل صراحة وأمانة أنا مش عارفة أنا مش عارفة إذا كنت بحبها ولا لأ أنا بقول مفيش حد ما بيحبش أمه بس كل ما افتكر إنها ثابتنا وسفرت وتجوزت بدل المرة كذا مرة أحس إنها ما بتحبناش ولا إحنا فرقين معاها وقول بيني وبين نفسي أنا كمان لازم ما أحبهاش زي ما هي ما حبتنيش ماينفعش نديها فرصة تانية هي اللي بعيتنا وفكرتش فينا مش عارفة يا سيلي ليه حصل معانا كل ده حقيقة مثل أغبطة وتايها ومش عارفة أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالتها يا إحنا بنشوف العجب في البرنامج ده بجد يعني الناس بتتخنق على تطبخ ولا ما تطبخش تخسل ولا ما تخسلش إحنا بنشوف العجب تشوف حاجات أنا عمري بجد ما شفتها في الحياة يا حياة يا ممكن كنت سمعت اتجوزت مرة مرتين أم عملت مش عارف إيه بس عادة تحارب عادة تقاوح هربت لوحدها بس إن أنا لقي الكلام ده كله في قصة واحدة صعب يعني رسالة حياة اللي فعلاً الظروف حطتها في اختبار صعب جداً مش مبلغة لو قلت إن ده واحد من أصعب الاختبارات اللي ممكن أي حد يمر بيها لأننا ممكن نتوقع الصدمة ونتصالح مع فكرة إن أي شخص يتخلى عنا يخلنا يطلع خاين إلا الأم الأم اللي هي مصدر كل حاجة حلوة اللي بنتعلم منها كبانت فكرة الأمومة طبطبة الحنية تكون هي مصدر الشقاء والتعاسة في حكاية حياة أو في أي حكاية طب حياة فعلاً ممكن تكون ما بتحبش مامتها أممكن حد ما تحبش مامتو ولا ده ممكن يكون كلام من وراء قلبها طب وأم حياة تستهل فرصة تانية بعد اللي عملته طب مش ممكن تكون رجع عشان فائت وتابت ولا رجع عشان خلاص الدنيا سودت في أشها محتاجة لأم أولادها عشان يساعدوها والزمن جي عليها أو الدنيا بدأت تديها ظهرها طب أبو حياة هيعمل إيه هيسمح بحاجة زي دي يا أنا قاعد تفكر كده أنا لو حد جي يحكي لنا القصة دي في الدنيا هل إحنا مؤهلين إننا نديره النصيحة غير الناس المتخصصة ما الطبيعي أي حد هيسمع يقولك لا إلا الأم طب ونفسية العيال لا ما نجيش على العيال أوعي تكلميها طب وعقوق الوالدين شفت في ثانية خليت دماغك تواديه جيبه إزاي خلينا نسأل ناس متخصصة وتقولنا الرأي بمنتهى الأمانة هنا في القصة حقيقة استنوني بعد الفاصل قصة النهاردة عن حياة ووالدتها اللي وفقت تسيب اسكندرية وتعيش مع جوزها في أسيوت واكتشفت بعد الجواز إنها مش قادرة تكمل حياتها في الصعيد ولما جات لجوزة فرصة شغلة في ليبيا خدت ولادها ورجعت بيوم اسكندرية ورفعت عليه قضية خلع ولما رجع الزوج اتفاجئ بالله حصل فطلقها وخد ولاده ورجع بيوم السعيد وبعد سبع سنين مروا من غير ما لأمه حتى تسأل على ولادها ظهرت مؤخرة عايزة تشوفهم والسؤال دلوقتي هل منحقها تشوفهم ولا مش منحقها ومنورانا ومشرفانا ريهام الهواري أخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك عشان نجاوب على السؤال ده ونشوف هنعمل إيه في قصتك يا حياة زيك يا ريري زيك يا سيك مبروك الموسم الجديد الله يبارك في كيونا ورانا يا رب اللهم أمين وليلي بقى سمعت قصص أغرب من كده سمعت القصص أه لا حاجة محزنة حاجات وجه على القلب مش كده ليه يعني مش الأم دي بتبقى كلها حنان وأمومة وإزاي بتعرف تنمن غير عيالها لا لو أنا هتكلم هخش المدخل اللي أنت بتتكلمي فيه بقى أنا بتكلم على ناس عادية سوية التصرفات الطبيعية لكن بقيت ملابسات القصة اللي احنا قرناها لأ ما بتقولش كده يا سيلي يعني مفيش حد في سبع سنين بيجوز أربع مرات ولا تلت مرات وي مفيش حد بيعمل هو دمعنا إيه لما حد يعود يجوز كتير هو من الإطار العام للقصة اللي هو وصل لنا زي ما هو وصل مكتوب زي ما وصل بيقول القاتي إن الأب والأم اللي اتنين بيندرجوا تحت حاجة اسمها الشخصية الحدية الشخصية اللي هي الحاد المزاج إيه الند بالند يعني يعني إيه لا دي بتبقى تصنيف الشخصيات في علم النفس بيسموه المريد السوي أو السوي المريد يعني إيه مش زي بايبولر ده حاجة تانية لا مش بايبولر لا لا ده بيبقى انفعلاته حادة مشاعره مش سبتة مشاعره على طول متقلبة ووطفه على طول متقلبة حاد المزاج جدا يخاف ويكره الوحدة ودايما يشكه ودايما يغير في مبدءه وافكاره واو في الحالة دي ولازم نقول ان الشخصية دي مش بنسميه مريد سوي أو سوي المريد ليه لأنه هو يقدر يعمل كنترول يقدر بالتدريب يقدر بأنه منتبه لهذه الحالة يقومها ويسيطر عليها عشان كده بنقول انه هو في ما بين الاتنين على الحدود ما بين ده وما بين ده بس هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي مش نحن دايما بنقول أنه opposite attract انتي مع المقولة دي ولا أنه العكسي في الصفات هنجذب لي أنا ممكن أبقى عصبية عايزة واحد هيدي ممكن أبقى اللاود قوي أو على طول السرف هنا أنا عايز أنا بختار صح؟ مش دي اللي انت بيقولي أنا بعايز opposite أنا بدور على جهر انتي شايفة ان طبيعي جدا ان احنا ناس نتجوز في سبع سنين تعالي اربع مرات ده بندور والاتنين زي بعد ده بيعملوا مباراة يعني ده بندور على شخصية لا احنا بندورش على شخصية لأنا قصدي هما جوازهم لأنا قصدي هما جوازهم من الأول ممكن تكون جواز للعند أنا قصدي جوازهم من الأول ده كان بصي الجواز من الأول الأجانب أنا رأيي في اللي حصل ده كله لو أنت بتتكلمي على تصرفاتها لا الجواز للجواز اللي هو الجواز عشان لازم أتجوز الجواز عشان ما ينفعش هذا الرجل؟ لا. هل أنا بتجوز عشان أجوز هذه السيدة؟ هل دي اللي تناسبني؟ هل دا اللي يناسبني؟ هل دا اللي يفتح لي بيتي؟ هل دا اللي يتفتح لي بيتي؟ ما دخلش الحوار ده. إحنا بن الجواز للجواز. أنا عايز أتجوز عشان عايز أتجوز. طب السعيد واسكندرية فيه جاب ما بينهم أو فيه فجوة كبيرة ما بينهم أن يتعف تتأقلم؟ والله يعني هو اللي أنا بقوله تتأقلم ما تتأقلمش. بس هو دا مش كان لتفاعل أوليني. طب أنا قلت كلام ومش قادر عليه. حلوة أولي. لو أنا مش قادر عليه. هل أنا ما ينفعش أن يكون زوجي متفاهم هذا الوضع. وهو ما كانش فلكسب. ونلاقي ما هو. دا اللي أنا بقوله. ما ترفت ليبيا. ونلاقي حل في الوسط. طب لو أنا بقول هذه الشخصية. أنت قلت ليبيا. هل لو أقول إن الشخصية دي بتتكره وتخاف من الوحدة. وكمان مش عجبها المكان. تفتكري بالعقل كده. هتقدر تقعد يا سالي. منطقي إنها تقدر تقعد. طب منطقي إنها تروح تعمل فعل غلط. أنا ما بقولش إن اللي هي عملته دا صح. أنا بقول اللي هي عملته دا غلط. اللي هو على طول أول ما يسافر تأخذ بعدها وتجري على هناك. تجري على اسكندرية. بس هي راحت عشان إيه؟ زي ما اتبعت. عايزة روح لأهلي. عايزة روح لصحابي. عايزة دايما محيطة بناس أعرفهم. أنا كل خوفي وأنا هناك إن أنا لوحدي. وكمان إنت سبتني وسافرت. طب وفقت الزيم الأول. ما هو بصي أنا عايزة أقولك على حاجة ما هو برضو حتة وفقت ولا ما وفقتش يا سالي. دي مش كل العائلات ومش كل الثقافات اللي هي أوكي فيها وفقت فيه اسمها سن جواز. وده راجل مناسب ليك من وجهة نظرنا كأب وكأم وكلام ده. وأنا لما أكون ابنة كمان بقى جاهزة إن أنا أتجوز وعايزة أتجوز بقى وعايزة أبقى لي بيت وعرفة بلبس الفستان. طلي بالأبيض طليتي. تعالي جنب أخويتك. فهل إن ده صح؟ لا مش صح. هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. وده معنى إيه؟ إن في مشكلة في الشخصية للتنين مش لحد واحد. ومفيش التفاهم ومفيش النضوج اللي يلزم ده. لأن لما البني قدم يبقى ناضج يا سالي. يقول إيه؟ آه أنا مش عجبني. آه أنا مش مبسوط. بس في مهم وفي أهم. الأهم اللي إيه؟ إن أنا بقيت أم بقيت أب. ملزم مني هذه الأولاد. ما أحبش ولادي يشوفوني بصورة مش كويسة. مش ده نضج. مش أحب إن أولادي دايما يبقى أحسن مني. فلازم أكون أنا كويسة عشان قدوة يحتذى بها؟ طب هل أنا كأم متجوزة 3-4 مرات؟ وبعدين المرة الأخيرة مش لاقي أحد معايف. أروح ألجأ لولادي عشان ما بقاش لوحدة لأن أنا بخاف من الوحدة. عشان إحنا قلنا تحليل الشخصية بتاعتها. ساعاتها أجي أقول. طب أنا بنتي طلعت كده ليه؟ ما هي بنتي حتقلد مين؟ يعني إيه؟ أم تهوت 7 سنين ما تشوفش عائلها؟ قول إيه لأنتي. هو ده بجد؟ أيوة لا إن هي شخصية. قلت لك راحت من غير ما يتهزلها شعرها؟ لا هو بصي راحت من غير ما يتهزلها شعرها مش عارف إيه. أنا دي ما أقدرش أتق أحط عليها طوق اللي قوي. لأن اللي هي كانت البنت ما تعرفش. البنت لما تكون صغيرة. وهي دلوقتي عندها 16 سنة. طيب يعني القصة اللي إحنا بنحكيها دي كان عندها 9 سنين. ما أدقوا اللي هي أم سابت وهي 8 سنين. 6 سنين. ليس 16 بس سنات قوي. أنا بأي 7 سنين ما عفش عنها حاجة. ما تقولش ما تهزلها شعرها. إحنا ويدونو اللي حصل سعادتها إيه. ممكن سعادتها يكون اللي كانت مناهرة. طيب ما هي ما سألتش أنا عارف منين. بصي أنا عايز أقولك على حاجة. إحنا هنروح لحطة إن هي فعلا ما تهزلها الشعرها. وإن فعلا هي ما سألتش. مش هقول إن هي تفرض عليها إن هي تبقى بعيد. أو إنها هترسم إحنا أفلام بتاع فتن حماية. ما هو الحاجات دي. ما عايشنا برضو إن هما كيشيرهير. أنا لو مش عارفهم بتبقى شخصة كده. نوال. فمش هنروح حتة إن هي فعلا عملت كده. يبقى أرجع تاني أقولك لأن هي شخصية حدية. فيها جزء من الأنانية. لو هو التوصيف على رأي اللي إحنا سمعناه. لكن أجن أقولك أنا معرفش إيه اللي حصل. ممكن يكون أهلها منعوها. ممكن جدا. ممكن يكون هو اللي منعها. طيب تفتكري حياة ده كم أخت وأخ. ما قالتش عايق. ما قالتش. ما قالتش. هي حبيبتي. ما أنا بحب بتحليلك قول. كل اللي هي فيه دلوقتي البنت مش عارفة تعمل إيه الصحة وإيه الغلط. أنا بقول لحياة أنت في سن حلوة قوي. ليه؟ لأن لو بابا كده وماما كده فهو في الأغلب كمان أنت وكمان 16 سنة. يعني فيها مشاعر جياشة متخبطة. وهي بعدت قالت كده. قالت أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا ما بين ده وما بين ده. ما بين الصحة وما بين الغلط. طبعا أنا حس بإيه؟ كلمة المفروضة حس بإيه؟ لدي مش كل ما سهل. ليه؟ أنا مش حاسة بمشاعر خالص. أم هي بتقولك أنا مش عارفة. تبلدت يعني. البنت مش عارفة تحس بإيه؟ ما بين إن هي وحشها مامتها وعايزة بقى في الأم موجودة. طبعا. السلام عليكم يا شيخنا. معنا الشيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزاي حضرتك؟ أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فندي. أزاي عبر حضرتك؟ الحمد لله. أنا عايز أعرف يا مولانا. إيه حكم الشرع في أم غدرت مسكن الزوجية بدون علم وإذن الأب؟ وبعدين تخلت عن ولادها بعد ما هي خدتهم يعني ومشيت. تتخلت عنهم وقعدت سبع سنين ما تسألش عنهم؟ دول السؤالين في سؤال. ماذا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أم بعد. دوت عندنا بيسمى في الشرع النشوذ. إيه هو النشوذ؟ النشوذ هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج. لا إلى القاضي لطلب الحق منه. ولا إلى اكتساب النفقة إذا لم ينفق عليها الزوج أو امتناعها عنه لغير عزر. يترتب على إيه؟ على هذا النشوذ ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو إن هي آثمة لأن النشوذ حرام شرعا. طرق بيت الزوجية بدون إذن هذا نشوذ. ثاني حاجة يسقط عنها النفقة والسكنة. ثالث حاجة يجوز التأديب والوعز والهج والضرب الغير مبرح. فإذا رجعت سقط ما ترتب على النشوذ. الضرب المبرح؟ الضرب غير مبرح. غير مبرح. طب أنا عايزة حريكة لحاجة يا مولانا. هي أصلا عملت كل ده ورفعت قضية خلع. ده حكم الشرع إيه؟ يعني مش بنسأل قانونا بقى بنسأل دينا. ده اسمها إيه في المجتمع؟ ولا بتعمل معها إيه؟ بكفى بالمرء يتمن أن يضيع من يعول. أنا قبل ما أتجوز يا حضرتك لازم أعرف الأول هل الزوج دوت مناسب ليه؟ هل الطبيعة ديت مناسبة ليه؟ ليه؟ لأنها يترتب على هذا الجواج أولاد. هيترتب على هذا الجواج أولاد. ده هيخدني بقى لسؤالك يا مولانا. لتكملة قصدي رد حضرتك بعد إذنك لسؤالي اللي جاي. أنه بعد سبع سنين أنا أطعم معيالي وما سألتش عليهم. ما عرفش أمه بيناموه إزاي بيأكلوا إيه؟ هي عايزة تشوفهم ليه؟ ده أنا ده 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 زي ما الدكتور قالت كده لابد أن تروح يعني استشارة على طول الطبيب نفسي. استشارة على طبيب نفسي لأن هذه النوعية النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الزوج والزوج قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية طبعا أنت مش مسؤولة بس عن نفسك أنت مش مسؤولة عن نزواتك فقط أنت مش مسؤولة عن شهواتك فقط هناك أطفال وهناك أولاد وهناك أسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعيات حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المرأة قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها يبقى هنا تركت المسئولية بتاعتها بنا أولا ثانيا ارتكبت اسم لأنها ضيعت أولادها. طيب حركة تقول إيه البنتها حياة صاحبة الرسالة؟ لا أقول لبنتها إن الآباء والأمهات ما بيتعدبوش. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله إني أشكو إليك سوء خلق أمي. نفس الحالة هي. نفس الحالة. إني أشكو إليك سوء خلق أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها تسعة أشهر. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. نحن 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 جازيتها. أنا أدتها حقها وزيادة. النبي قال له أنت عملت إيه؟ قال حجشت بها وهي على عمقي. يعني إيه؟ يعني يا رسول الله طلعت بيها جبل عرفة وهي على رأبتي. يا رسول الله سعيد بيها بين الصفة والمروة وهي على رأبتي. يا رسول الله طفت بيها حوالين الكعبة وهي على رأبتي. يا رسول الله رحت بيها المزدرفة وهي على رأبتي. عملت كل أفعال الحج وهي على رأبتي. فهل جازتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جازتها؟ الأب والأم يا حياة لا يعاتبوا بل نتمنى رضاهم حتى ولو كان كافرين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام ابن حبان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قرأيت إن صليت السلوات الخمس اسمع حضرتك عشان نعرف إن طاعة الوالدين حتى ولو كانوا غير صارحين واجبة طبعا أنا بقى عايزة أسأل حرك بقى يا مولانا أنا بقى يا رب تكون الفكرة وسطت لحياة بس أنا بقى عايزك بقى إيه؟ يعني تقول كلمتين ليها والكل الناس بتفرج علينا الصبر والعفو إيه جزاؤه عند ربنا؟ يا الله أنت عارف حضرتك في ناس يوم الإيامة آه بتخرج من الكبور إلى الجنة لا إله إلا الله لا في حشر ولا في صراط ولا في سؤال ولا في اعتاب ولا أي حاجة يخرجون من الجنة صراعا إلى يخرجون من الكبور صراعا إلى الجنة نحن اللي وقف على الباب رضوان خازن الجنة اسمعي يا حياة انتوا رحين فين؟ هي بوابة من غير بواب انتوا رحين فين؟ قال قالوا ألم تعلم من نحن؟ نحن أهل الفضل قالوا بما فضلت أو بما فضلتم؟ ليه عبدنا فضلكم؟ قالوا كنا إذا ظلمنا صبرنا الله وإذا جهل علينا حلمنا نحاول الله وإذا أسيئ إلينا غفرنا فيقول لهم رضوان ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين يا حياة الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله يا حياة الله عز نبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن العفو ليس له جزاء إلا الجنة فنحفو ونصفع والله عز وجل يعني يصبرك عاوز أقول لك يا حياة أكسر من الزكر وأكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلين قلبك وحتى يلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال تحلم على من جهل عليك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة من كن فيه حسبك الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته لا إله إلا الله قالوا ما هي يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة جهاد يا مولانا جهاد كل من أدم خطاء طبعا كل من أدم خطاء وبعدين الوالدين ما ينفحش نعاتبهم لأن رضى الله كان من رضى الوالدين حتى لو كانوا مصدرين ربنا يبارك لك يا مولانا أنا عايزة بقى أسألك كمان تقول إيه لطلقها وأب ولدها وأي حد أنا مش بكلم قانونا لأنه أنا ما أفقهش كثير في القانون أنا بكلم كدين أنه أب يحرم أم من ولدها تقول لهم إيه الظلم ظلمات يوم القيامة هذا ظلم يقول الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكدسي قال رب العالمين اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصر غيري هذا ظلم إنك أنت تحرم أم من أولدها وبعدين في حكاية القصة نرى أن الاثنين غلطانين الاثنين غلطانين أنت حضرتك يعني أنت سفرت وسبت زوجتك وخرجت من غير ما تحلل المشكلة أو من غير ما تثبت البيت أو من غير ما تلاقي هناك في حل الهادية المشكلة أنت هربت وسبت الزوجة كلكم رائعين وكلكم مسؤولين على الرقاة طبعا أنا بشكرك يا شيخ أنا بشكرك ونورتنا ويرب يجعلك سبب دايما شيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقف أنا بشكرك جدا ونورتني هرجع لك باري سمعت بقى والدرس دين نتعلمه منه يا طبعا الحمد لله نعمل إيه بقى يعني أنا بها دلوقتي عايزة أعرف يعني هيدلوقتي راجع لي الأول مش أقولك بمدة قبلها ولا بس هي راجع لي الدنيا ديت لا ظهرها طيب تاني هذه الشخصية حدية الحدية دي الشخصية دي بتتقلب في مبادئها وتتقلب في اعتقدتها واللي هي بتعترف بي أو اللي هي القيم بتاعتها طيب الست دلوقتي السيناريو اللي أنا شايفه يعني بيتعمل إيه راجع لي ست اللي جوزت مرة واثنين والدلاتة واربعة طيب الاربعة ما مشيتش دلحال أجان إحنا عايزين العزوة أنا عايزة الناس اللي هما بتوعي حد قال لها إيه طب ما أنت عندك ولاد ما ولادك عزوتك يا دي جاي عشان حد قال لها هي مش ندمانة هي موحش وهيش لا 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 هي ما قدرش أقول إنها مش ندمانة أكيد ندمانة لأن إحنا بنقول أنا مرة بقى صح بس هي بتقول إيه الشخصية دي بتقول إيه في دمخة لا الصح إن أنا لازم أخذ بالي من أولادي وأنا فعلا غلط وأنا فعلا ضميري بيوجعني ولازم أعوضهم عن السنين اللي أنا سبتهم فيها ده جزء فيها بالكلم جزء الثاني عشان هذه إن أنا وعية من الشخصية تقول لي بس أنا ما بقدرش وأنا ضعيفة وأنا جوء وهم عملوا فيه وهم ليه ما سألوش علي وهم ليه ما تواصلوش ووقفوا قدام أبوهم ويقولي تشايف الصراع بمحمد الزاني الصراع دي عيشة دي حلوة فإحنا بقول وبالتالي أنا بقول إيه لا هي محتاجة إن هي تاخد بالها أو تتعالج أو تعرف إيه المشكلة اللي عندها طيب والأب وتعالج طيب زي ما الشيخنا قال الاتنين غلطانين والأب عايز تترجوه كمان الاتنين شخصيتهم زي ما بعض يعني حايز أقولك على حاجة طيب هذا الأب هذا الأب زي ما الشيخ قال إن كلهم مسؤولين عن رعيتهم طيب وفعلا زي ما قلنا برضو في أول الحلقة طيب أنت عارف هي ظروفها إيه وعارف إن هي قاعدة عشانك إنت وهي كانت عايز ترجع تبقى بوسطة أهلها وأصحابها تروح إنت سايبها ومسافر يعني هي قاعدة في قصيوت عشانك تروح سايبها ومسافر يعني اللي فطرة وحش برضا صح طيب ودايما أقول للراجل إيه مش فاكرة حلقة قلتلك الست هي ميزان البيت فاكرة لما قلتلك كده مزاجها لما بيبقى كويس البيت كله بيبقى حلو لما هي تبقى راضية وهدية نفس البيت بيبقى راضي وهدي طيب أنا مش أنا كراجل زكي بلاش أقول مسؤول وبلاش أقول إن أنا فاهم يعني إيه مسؤولية بلاش هقول أنا زكي وبلعب بالبيض والحجر عشان ده اللي ماشي في الأيام دي وسط الناس إن أنا اللي بعرف اللي ما بيتعرف طيب إنت لو راجل زكي يا سيد الرجالة مش تبقى متطمن إن البيت هادي والست هادي عشان تعرف تاخد بالها من بيتها وهي راضية ومكفية عشان تعرف تسافر ليبيا وترجع مش كده ولا إيه يبقى الغلط في الاتنين مش دي مشكلتنا أنا بيكلم على البنت دلوقتي حيات اللي هي بعتت لنا اللي هي في حالة نفسية غير طبيعية ومش عارفة إيه الصح من الغلط من كوليرتر اللي هي بتسمعه أوكي فنقول لها إيه أو دي اللي تهمني لأن ده المستقبل يا سيدي ولما يبحد بابا ومامته كده بيطلع لازم يطلعوا كمان مش سليم بص يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد العالم يعني مش قاعدة يعني مش قاعدة ليه لأن إحنا بتتكلم معاه يعني إحنا بنقولها هو خذي بالك الطريق التصرفات الأم مش صح طريق التصرفات الأب مش صح بس شيخنا قال إيه إن لازم رضاهم رضا الوالدين من رضا الرب وبالتالي لازم نبقى نحوز أو نسعى وراء رضاهم طيب لو رضا ده عكس رضا ده إحنا في المشكلة بتاعت حياة إن هي لو راحت لماما بابا يزعل هو راحت لماما بابا ماما يزعل تعمل إيه الجد؟ وبالتالي بتطبي من واحدة عندها 16 سنة إنها تلعب الميزان ما بين اتنين تعمل إيه بقى طيب يبقى على الأقل ضغط ضغط فضيع ضغط فضيع لوحدة عندها 16 سنة أساني هي نفسها متخبطة وفي صراع ما بينها وما بين نفسها لأنها في مرحلة الندوج والبلوغ وهو برضو إفطرة وحش يعني طيب البنت دي نسندها إزاي؟ نقول لها حبيبتي مفيش حاجة اسمها أبيض وسود يعني هو مش لازم أزعل ده عشان أزعل ده ومش لازم أبقى أنا رضيعة ومبسوطة وبحب ومشاعري جرفة ناحية ماما في يوم وليلة غلط نبتدي الأول بالإيه؟ بالمعروف يعني لو هي تكلمت أهلا يا ماما زي حضرتك عاملة إيه وحشتينا يا رب تكوني بخير مش لازم أبقى أنا بحبها قوي بس الكلمة الكويسة لا أحترم نفسي أه مش كده ولا إيه؟ طبعا ومش لازم نجي نروح لبابا لا أنا لازم أكلم ماما ماما مش عارف لا يا بابا يعني عشان ربنا ما يزعلش مننا طب بس نقول لها كلمة كويسة إحنا مش هنروح لها لو ده يزعلك بس نكلمها نودها عشان ربنا يعني هي البنت كل اللي هي إحنا مطلوب منها دلوقتي إنها غصبا عنها لازم تيجي على نفسها طب يا حبيبتي بنقول لك إيه؟ البني آدم اللي بيمر في ظروف صعبة بيبقى دايما بني آدم قوي ودايما نقول اللي ربنا بيحبه هو اللي يحط دايما في طريقه السعاب عشان يقويه وعشان ينوبه سواب طبعا صح ولا إيه؟ طبعا فبالعكس نقول لك أنت ربنا بيحبك بيحبك ليه؟ عشان حاطك في موقف صعب وبيعلمك منه عشان يقويك عشان ما تغلطيش غلطة ماما عشان ما تغلطيش غلطة بابا عشان يا حبيبتي لما يجي واحد يتجوزك تعرفي هو مين؟ وتعرفي لو العيشة دي تريحك ولا لأ؟ ولو آه يبقى آه لو لأ يبقى لأ لأن أنا خايفة أني تكون من كتر الضغط عليكي هتبقي عايزة تتجوزي عشان تطلعي من برا البيت تطلعي من الظروف دي تهربي من الظروف دي وتسيب أخواتها وتقول أنا عايزة أهرب وأطلع ما هو إحنا لما بيجي أقول لنا بتعلم هتعلم من مين؟ أم طيب ولو ما عملت إيه يا سالي عشان كده أنا بقولك أنا خوفي خلص ما اللي كبر كبر ما كل واحد عاش حياته زي ما هو عايز يعيشها اللي عايز يجوز يجوز والعايز يسيب يسيب والعايز يسافر يسافر وعملوا كل اللي نفسهم فيه من غير أي انتباه ولا أي تحمل المسئولية للولاد سنية تبعت أنا شايفها بداية إيجابية قوي آه جدا جدا تشوفها ولا ما تشوفها؟ لا بصي تشوفها آه لو ست طلبت وبابا قال آه يبقى آه من ورا بابا لا ليه؟ ليه يا سالي علشان ما تعملش نفس اللي مامتها عملته ومن ورا الأب لا بدام أنا قررت إن أنا أواجه يبقى أواجه طب فردي قال لأ خالص يبقى على الأقل نوصل معاه لطريق إنه طب يا بابا نقابلها وانت موجود أو عمي موجود أو جدتي موجودة أو كفر البلد أو آه بس علشان مش عشانها يا بابا وهي غلطت وأنا معاك إنها غلطت بس ده عشان خطر ربنا لأن ربنا حسين وحيحسبنا إحنا على تصرفاته وحاسبها على تصرفاته ليه باني إن هي الغلطت؟ ليه مش باني إن هو برضو راح ليبيا؟ عايزة تقعد في أهل في بيت أهله؟ لا أنا قلت الانتين غلطانين يا سالي صح؟ طبعا صح مين غلطوا أكبر لو أنا هقدر أقارن أو أقيس؟ أقول لك الحقيقة الراجل شكرا عشان بقى في أخيرك إحنا مع الستات لا إحنا مع الحق إحنا مع الحق لستات ولا غير ليه الراجل؟ لأنك عايز تقول أنا راجل وأنا قادر على البيت يبقى زي ما شيخنا قال إيه؟ وكل مسؤول عن رعياتك كلما كيمشي لما تبقى لي ده؟ إنت إهتميت بحالة الزوجة؟ هل إنت شفت لها حل زي ما شيخنا قال قبل ما تسافر وتسيبها وهي خايفة وبتكره الوحدة؟ لا ما عملتش اللي عليك هل هي رد فعلها كان صح؟ لا غلط إحنا ما بنقولش إن هي صحة لا بنقولها غلط 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 لأن الأمومة غير الأبوبة الأبوبة فعلا فالأبوبة لها لها لا تمنع السمات إن أنت تحافظ على مراتك وأولادك والأم الأمومة اللي هي المفروض قلبك يوجعك على أولادك زي ما بنقول تمام؟ يعني ما تشوفهش من غير علم بابا أيوة يا سالي أيوة أنت عايزاني أقولك تروح تشوفه أماما من وراء أبوها؟ لا مش هقول طيب ما هو لو هو قال لي لو هو قال لي لا أو يا أمامتي ما هو كده بنعمل حاجة حرامة يبقى إحنا نعمل اللي علينا لآخر لحظة لكن لكن لآخر لحظة اللي هو نحاول مر واثنين وثلاثة ما أنا ما قلتش أبيض وسود إحنا بنقول إيه مش كل حاجة بتتاخذ ما هي نفس القصة للأب ما هو الأب ده بني آدم فريدي الأم خسرت القضية ما هو ده بقى اللي هو يعني استغفر الله العظيم يا رب مش قادر ما شلقيالها لفظ غير العك ما هو ده بقى العك اللي بعينه بقى اللي هو يا ستي ما أنت قلب الدنيا والعنار والراجل شايل منك والعيال مش فهم الدنيا تروحي تروحي كمان ترفعي قضية هو يعني إيه بقى يعني أنا زهانة عاملها سويت ليه؟ ليه بالأدب وبالحج ما بالزبط مش أنت عايزة تتسامحي فين اللين وفين المواد طب مش ممكن تكون راحة بالحب وترفضت ولا عشان هي راحة تخلع إحنا وغدين مبيتين النية بقى هل أنت مسؤولة عن تصرفاتي أو عن اللي أنا بقول في الحلقة دي؟ نا بس أنا لبشيل الليلة أرموزيع بيشيل طبع بشيل الليلة أكيد لازم تشيل الليلة أرموزيع هم مسؤولة عن برنامج لكن مش مسؤولة عن الكلام اللي بيخرج منك كل العامة دي تلعت على لسانك لكن هل أنت مسؤولة عن كلامك؟ هل أنت بتعملي كنترول على مشاعرك وكلامك قدام الكاميرا؟ لازم يعني كل واحد لحدود الأولى المسؤولية مسؤوليته على نفسه لأن لو سابوني بعد برنامج قصة حقيقية ده أنا لو شفت أحد أنا أعرف لو مش عارف أنا مش أعمل إيه في الشارع لو سابوني أقوله جواي بجد لا جواي كتير يا خرابي والله أنا متأكد لربنا لا كتير كتير تعبانا أنا معجابة بالسيطار لا والله شفت أنا برا هنا ممسك نفسي وبالراحة أكلم الناس بالراحة لا أنا شفت العجب أنا شفت العجب وجزاكي خيرا أكتر منه أضعف أضعف نورتيني يا ريجي سعيدة بك وكل سنة وإنتوا طيبين بوستن سعيد يا رب منتي طيبة تانكيو حبيبتي أنا بالي رأيتين وأول مرة ممكن أعارض ريهان مستنوني بعض الفوصل أتعلمت هنا في قصة حقيقة من الحكايات والمشاكل اللي بجلنا إن زي ما فيه عقوق للأباء من ولدهم فيه كمان عقوق للأبناء من أباءهم وده اللي حصل في قصتك يا حياة أنت وإخواتك تعرضتوا لظلم وأنانية من أكتر حد المفروض يكون مصدر حب وتضحية وأمان الأم بس هو مش الأم باس والأب كمان يا حياة بس هي اللي راجع وندمينا الصدمة من أقرب إنسانة ليكو متكون صعب فهم مشاعرك إنه متخلت عنها مسألتش علينا راح تشوف حياتها متخيلة قد إيه ده سايب فيكي واجعة بس فيه نقطة مهمة قوي محتاجين نحطها في الاعتبار بعد إذنك إن الطبيعي إننا نحب الناس الكويسة الطيبة اللي عملت معنا مواقف حلو بس فين بقى الفضل والحاجة المميزة في حاجة زي دي ما الطبيعي اللي بيحبني هحبه واللي يعمل معي موقف كده أنا أو أستجدعه أو يقف معي هفضل فاكره له طب اللي يعمل معي بقى موقف وحش ببعده من حياتي وده الطبيعي اعتزل ما يؤذيك بس أحياناً وبده بجد مش كلامه وخلاص الأحلى والأجمل من الطبيعي بقى إن أنا قابل الإسئة بالأحسان بالأحسان أعفو عند المقدرة ودي قوة مش ضعف إن يبقى عندك حق إنك تكره أو حد جي عليك قوي بس ما تكرهش بس دي مامتك مش أي حد يعني لأ مش إحنا إحنا بمعقولة إحنا لنحنن قلبك على مامتك كده مش فاكره له حتى ولا حاجة حلوة وسمعتي كمان معانا فضلت الشيخ في المداخلة ومنه جزائي العفو إيه وإنتي اسمك حلوة يا حياة حياة دنيا عيشيها بحلوها ومرها مش كلها وحشة وكلها حلوة مليانة فيها كتير شيلي من قلبك الحاجات الوحشة دي سامحي خليكي واثقة إن كرم ربنا في اللي جاي مش هتلاقي زيه مش هتلاقي عوض زيه سمعتي كمان كلام دكتور ريهام معانا في الفقرة رفاتت وسمعتي كمان كلام فضلت الشيخ وأنا بحاول أتكلم معيك دلوقتي فممكن تفكري مع نفسك على فكرة أنت لو مش بعت الرسالة يبقى أنت قفلتي خلاص ما بتحباش أنت بعت عشان لسه عندك زرت شك أكيد مليانة حب فيش حد يارى فكرة مامت ومامة عمرت دي مامتك بعدين مش ممكن تكون هيك جوزت وغلطت وندمينة ورجع تعرف أنت اليوم كان بيعدي عليها إزاي من غيركو تعالي نجرب ونشوف مش أن نخسر حاجة تسي جدعة عشان بعتلنا وفعلا منشوف العجب هنا أستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه وأستنى من كل اللي تفرجوا علينا سمعوا قصة حياة يحطوا نفسهم مكانا أنا كمان عايز أسمع لما الأم بتنفصل وبتتجوز مرة واثنين وثلاثة لأن أنا شفتها في الدنيا شفتها في وسط ناس حوالي أنه غزبنا عنها ظروفها وإحنا مش بنقول لا بس ظروفها ده بيعمل إيه في نفسياتكو ما تيجوا نتعلم من بعد ابعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب كمان وقولوا لنا عشتوا قصة زي دي طب تفتكروا حياة تشوفها ولا متشوفاش وحكموا ضميركم ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بابطل تانية في قصة حقي باي باي